بلطجة واستفزاز وترسيخ للعنف بين الناس نمبر وان في الغرور وما يعرفش حاجة عن احترام جمهوره اتهامات لازمت محمد رمضان من يوم ما ظهر وكل ما ينجح بتبقى هي الشماعة اللي بيجري عليها كل اللي بيكرهوه حتى لما قدموا سلسل نجاحه كان غير مسبوق وانتصر فيه للقانون قالوا ملقناش في الورد عيب لأ ده احمر الخدين محمد رمضان رغم كل نجاحات اللي بيحققها لازم نعترف انه بقى نجم وواصل لاماكن بعيدة جدا بفنه خاصة بالغنى واللي وصل انه عمل فيه صنايات مع اسماء كبيرة من كل حتة في العالم حفلاته حرفيا بتكسر الدنيا وبيحقق ارقام كبيرة الا ان محمد رمضان لسه برضو بيتهاجم على نفس الاسباب بسبب اول افلام وعبده موتة وقلب الاسد والالماني ولسه متهم بانه نشر البلطجة والسلوك السيء بين الناس على الرغم ان في نجوم كتير سبقوا وعملوا نفس التيمة وما حدش اتهامهم بنشر البلطجة ولا حاجة زي احمد الساقة مثلا اللي عمل ابراهيم الابيض وبيعتبر من اهم افلام السينما المصرية والفيلم بقى يقوني في سلطة عبد الملك زرزور اللي عمله المبدع محمود عبد العزيز وخصة الحب بين الساقة وهند صبري حتى بعد كل السنين دي لسه الشباب على سوشال ميديا بتستخدم الفيلم في كوميكس لحد دلوقتي حتى الفيلم تعرض في مهرجان كان ومصر كلها احتفلت بصنعه طب ليه الناس احتفت بالساقة وهجمت رمضان مع ان هي هي نفس الحبكة ونفس التيمة ويمكن جرعات العنف ابراهيم الابيض اكتر بكتير من عبد الموتة والالماني وقلب الاسد الجمهور يتعامل معاهم بمبدأ حبيبك يبلع لك الزلط اتعمل فيلم اسمه للشاش نفس التيمة ونفس الحال بتاع موتة وابراهيم وكان البطل محمد فراج والفيلم نزل ومحققش اي حاجة لا فراج تصنف في الحتة دي ولا بقى نامبر وان بالعكس الفيلم كان سبب مولد صفينار اللي هزت الدنيا وقتها باغنية على رمش عيونه ومن يومها اتولدت ظاهرة الرقصات الاجانب بديلة لدينا ولوسي واخوتهم حتى فريد شوقي كان عنده افلام من نفس نوعية دي ولما محمد رمضان نفسه حاول يستشد بي عشان يقول الناس انا ما عملتش حاجة جديدة من قديم الازل بتحصل ونجم كبير زي فريد شوقي اللي عمل ابن حميده وكان فيه بيتاجر في المخدرات وقال رمضان انه شايف ابن حميده اصعب من عبده موتة بس طبعا ازاي محمد رمضان يقارن نفسه بي وعيلة فريد شوقي هجمته بالشكل شرس خاصة حافيته الفنانة نهد استباعي وولدتها المنتجة نهد فريد شوقي اللي قالت له اياك تقارن نفسك بولدي الفنانة العظيم انت بقى عمالك افسدت اخلاق الشباب محمد رمضان كان لمح لبدايات عد الامام وقال ان فيه فنان كبير عمل حاجات انا ارفض عملها حتى لو هشحت زي دور صبي العلمة اللي هو عمله رغم انه فنان قدير وكبير والفنان طبعا معروف انه عد الامام اللي برضه استخدم نفس التيمة في افلام محمد رمضان في افلام كتير ليه وبرده ما حدش اتهمه بافساد اخلاق الشباب بس يمكن على رأي المثل اللي قال حبيبك يبلعلك الزلط ولان الناس بتحب السقه وفريد شوقي وعاد الامام ما بتقدرش تشوف لهم حاجة وحشة والوحش بتاعهم حلو واللي رجع سببه البعض لانهم اقدموا شخصيات سيئة لكن برا الكاميرا كانوا بيصدروا للجمهور التواضع والطيبة والجدعنة وانهم ملك جمهورهم وموجودين سعالتهم ما خلقوش صراعات بينهم وبين زميلهم وقدروا بزكاء يكسبوا نجوميتهم من النقطة دي على عكس محمد رمضان اللي اختار طريقة تانية خالص كانت الأسرع والأكتر فعالية لنجم في بداية مشواره بس خلت وقتها يكون في دايرة الفنان المستفز المغرور بسبب طريقة لبسه المستفزة للبعض وتصريحاته الكتير بيشوفها فيها غرور وظهوره المتكرر مع ممتلكاته اللي فيها استفزاز وغيرها من الاتهامات محمد رمضان قال في تصريحات تلفزيونية انه بيتعامل مع نفسه على انه براند ومنتج ومطلوب منه انه يسوأ له عشان يبيع منه اكبر قدر ممكن ويخالي البراند دا رقم واحد وانفيش حد هيسوأ لبراند ويقول عليه رقم اثنين عشان كده لازم اقول نمبر وان فقدر يبقى الاعلى في الاعلانات والمشاهدات على يوتيوب وتيك توك وغيرها من المنصات محمد كمان قال حاجة مهمة جدا قالنا اتشرست بمعنى انه تحول من ممثل بيلف على مكاتب الانتاج عشان حد يشغله واخصى طموحه انه يكون ممثل ومخر يقول له برافو عليك وزميله يقولول انت كنت كويس لواحد تاني مش عايز يبقى على الساحة حد قده وقال نصا انه تحول لكده بسبب بعض العوامل اللي قبلته في مهنته من احباطات وعقبات وحروب بتحصل على اي ممثل صغير عايز يعمل مشاهدين حلوين ويمشي وبالنسبة لعبده موتة وغيرهم من الافلام قالوا انه عملهم في بدايته وطبيعي الممثل الصغير بيبقى عايز ينتشر فمش هيرفض بطولة جياله في البداية حتى لو كانت اي محمد رمضان اختاروا نيقدمي تيمة الشعبية لان فوجة نظره ده عمره اطول وهيعيش مع الناس بشكل اكبر وقدر يوصلوا لناس كانت بترفضه اصلا وانه طول الوقت بيطور من شغله فهنلاقي في اخر اعماله جعفر العمدة مفيش عنف مفيش قتل مفيش افترة على الغلابة حتى لما انتأمن اللي خطفوا ابنه طلب الشرطة وما خدش حقه بايده ولما كان متجاوز اربعة صلح الغلطة وفضل مع واحدة وبطل رباء وفتح سكة لثغرات قانونية تتناقش في البرلمان محمد رمضان مع كله ظهور تلفزيوني في ناس بتغير وجهة نظرها عنه لكن هو بيرجع وبيستفزهم تاني من خلال الحاجات اللي بنشره على السوشل ميديا يمكن رمضان لو بطل شوية من اسفزازات السوشل ميديا وجرب السنة الجاية يعمل دور بني ادم غلبان عادي الناس هتبطل تقول عليه عمل عبده موتى ونشر البلطجة وبيستفز الناس وبني ادم مغرور ولانتو ايه رأيكو؟ ترجمة نانسي قنقر